من وراء. وبعد ما اتخبطت الست وهابت سوق فقدت السيطرة عليها والعربية تقلبت. دي كانت السور. بتاعت الحاسة. فتعالوا كده ايه نبص عليها واحدة واحدة تاني. طبعا الخبطة كانت جاي من وراء ففيه جاي من وراء. جاءت من هنا من جنب ده. الجزء اللي قدام كان مفقوق عشان الاصلاح يعني ده ما كانش يعلقه بالحادثة خالص. لكن نلاحظ هنا فيه دامج في السقف من فوق عشان خاطر القلبة اللي حصلت. الجنب ده ما فيش فيه اي دامج خالص. حد ده عنده تفسير ما قالنا عربية تقلبت. ماشي الفنزة هو هو ما عشي وقد ايه سور من اول عشان انا اتخذ. كنت قلبت على الجنب واحد. الخبطة كانت جاي لها من وراء. من جنب ده. ازاي كله في نفس الجنب اللي جات فيه الخبطة ومش موجود في الجنب التاني. هي كنت قلبت على الجنب ده اكيد يعني. اكيد اتقلبت على الجنب ده. طبعا. فجايز الست وهي بتسوق حاولت ان هي يعني هو الراجل كان جايب من هنا كده خبطها. فجايز هي حاولت تباد عنه. فعملت كبيرة قوي. فاتقلبت على الجنب اللي هو اللي ايه النحية دي عشان هي كان بتحاول تباد عنه. ولا احنا عارفين العربية ايه بتحدف لبرة صح? تقبل لبرة. كده حدفت كده حوضت شمال في عربية قلبة يمين. في عربية قلبة يمين. فما فيش اي دامج حصل في الجزء اليمين. في الجزء الشمال سور. ده كانت دامج كله كان في الجنب اليمين ولا والسقف طبعا عشان القلبة. هو استبدأ كده من القلبة ولا ده عمود ولا شجر ولا ايضا. لأ السقف كده من القلبة. بس السقف كل اللي بيعمله هو الجزء ده. القوايم دي. ما بيحصل القلبة بممكن يبقى فيه التقوس اللي احنا شايفينه ده. الوش بقول تاني الوش ده ما كان مفكوك بسبب عمليات اصلاح وحاجات لكن ما دوسوش علاقة بالحادثة. يعني اجيب لكم صورة للعربية في وقت الحادثة نفسها. طبعا شايفين هنا الدامج اللي حاصل. المعظم ورا هنا. الحاجات اللي الدبس بتاعها كبير كانت ورا. ما كان الخبطة. لكن بقيت المراية وبقيت كل الخبطات والحاجات اللي في الجنب ده. كانت بسبب القلب. ده منظر السقف. ده كان صورة للسقف برضو. شايفينه الخربيش بسبب الارض. ده صورة كبيرة شوية للجزء اللي حاصل فيه الخبطة. البيفوت ده. ده ما كان الخبطة بالزبط. شايفينه الداخل اللي جوه او ازاي? فيه هنا في الكبوت خبطة. نتيجة القلبة برضو. طب ما ده سنسوحنا مفتوض يعني بالحلل يعني هنفوت يعني اللي بنعرف هي من الزيارة انا بوريك بوريك صور حدثة حصيت. ده كان منظر للعربية وقت الحدثة. الوش زي ما انتم شايفين هي برضو كانت جاية عشان قطر الايرباج ما فتحش لي. فالعربية ما كانش فيها ايرباج اصلا في الجنب. كان فيها ايرباج قدام بس. فقدام ما حصلش اي خبطة فاللي عشان كده الايرباج ما فتحش. وكان في حاجات لها علاقة بحاجات تانية ان هي كانت شايفة ان العربية آآ آآ يعني هي حصل لها وان العربية تقلبت وان اداعي بتصنيع وكانت مشكلة يعني. والعربية متخبطتش من قدام? العربية متخبطتش من قدام. العربية بس الجزء اللي قدام ده بسبب الايه القلبة. يعني العربية كانت الخبطة الاساسية فيها كانت من وره. من هنا. هي جاية عشان تقول ان الايرباج ما فتحش يعني? جاية تقول ان الايرباج ما فتحش ديه. وان في خبطة في الجزء اللي قدام. وآآ وان بكده العربية ما تفتح ايرباج. بس الخبطة اللي في الجزء اللي قدام هي حاجة بسيطة او بسبب الانقلاب اللي حصل لها. فدي كانت حادثة حصلت. والحمد لله ما حصلهاش حاجة يعني اللي هي ولا اللي كانت راجبين معها. كانت هي وجوزها عدين قدام. كما طلوب منكن ان انتوا تكتبوا ريبورت عن حادثة. فعايزيكم بقى تكتبوا ريبورت عن الحادثة دي. هبعط لكم ممكن الصور بتاعتها يعني هشوف كده استأذن لو يفعل بعض الصور بتاعتها. انتم كده كده شفتوها يعني هنا في الفيديو. ايه سبب الحادثة? الحادثة حصلت ازاي? القلب حصلت ازاي? ايه والدكتور كان بيقول لكم ان انتم تحاولوا تعملوا استيميشن للدبس بتاع الخبطة. فلو هنبص كده على الخبطة? بتقريبا للدبس ده قد ايه? يعني حوالي ممكن 10 سنتي? عشان قد مثلا نتشيك ان الهربك شغال اه بالنان يعني بالناخبطة من قدام يعني بنجرق بقالها يعني. هو شبه برضو نفس الموضوع بتاع الحادثة اللي فاتت. ان انت بيبقى فيها عندك سنسور بيشتغل بطريقة معينة. فالسنسور هنا كان هو موجود هنا تحت الكابوت قدام. لما بيحصل لفرونت الامبكت بيفتح. فهنا ما كانش فيه اي فرونت الامبكت في الموضوع. كل الامبكت اللي حصلها كان من وراء. والجزء اللي اتعوج هنا في الكابوت كان بسبب القلبة. فده كله ما يسببش ان الاربك يفتح. لان السنسور اللي هنا تحت الكابوت ما حسش بحاجة. ده حتى السنسور بيبقى في النص. هنا برضو ما كانش يحسر اي حاجة. نعم عشان ده خالد يصد بيقول هو زي نعرف ان اللي بيبقى اصلا سليم. فنخبط عامينه قدام يعني سنعرف نوش اغل. دي حيئة. لا فيه كزا حاجة. آآ فيه ان احنا نشوف الاول حصل فيه خبطة ولا لأ? فلو فيه حصل فيه خبطة وماشتغلش يبقى كده لأ فيه مشكلة. والحاجة التانية لو هو كان مسجل ايرور في الا في الكنترول يعني احنا من دخل العربية على ال اي بي دي. على ال او بي دي. ونلاقيها ان هي كانت مسجلة الكنترول الاربك كان مسجل ان فيه ايرور. والاربك ما فتحش بقى هو فعلا كده كان فيه مشكلة. فدول حاجتين يعني بيعرفونا. لكن لو العربية من غير اي حاجة. والحمد ده ماشي ماشي كويس والدنيا ماشي كويس او انت الشريحة او كده. وعايز تشايك على ال ايربك لأ مالوش. مالوش اي تشيك خولز. جاوبت السؤال كده? تماما شك. طيب. فدي حادثة تقدروا تعملوا. دي الصورة بتاني الحاسة بتاني العربية وقت الحادثة. فطبعا الوش كان موجود عادي اهو. ده تقدروا تعملوا منه الجيبورت المطلوب من النقو? اه حد ليه سؤال في الموضوع ده? طيب تعالي ندخل بقى على ايه? على الشيط. الشيط اللي الدكتور بعته على الجروب مش هو ده الشيط بتاع مرة دي الشيط ده يعني حصل بس اللغبطة ده الشيط بتاع المرة الجاية او اللي بعديها كمان. الشيط بتاع مرة دي هبعته لكم بعد ما نخلص? هنحله مع بعض وهبعت لكم الاسئلة نفسها عشان لما تقعدوا انتوا تشتغلوا تحلوا باديكو. تمام? هو ده كده مفوت شيط ستة ولا? انتوا حد بقت تستاني انتوا كم مشيط. حمسة. حمسة يبقى لها ستة? اعدده. تمام. اه. اه. انتوا خدتوا في المحاضرة مع الدكتور كو افشينت والإمبالس والكلام ده كله صحب؟ ها طيب هو هنا جايب لي عربية بيقول العربية دي خبطت في حيطة عايزي عن بتاعة العربية عن different values of coefficient of resistance ال coefficient of resistance كان بيساوي ايه؟ فرق السرعة بتاعة العربية والجسم التاني قبل على فرق قبل على فرق السرعة بتاعة العربية والجسم البعد على القبل صح كده؟ لقد قدوم بتاعنا بالنسبة للحيطة السرعة قبل والسرعة بعد ب zero صح؟ يبقى يبقى ال coefficient of resistance هنا قمته هتعبر لي عن ايه اللي حصل للعربية دي بعد الخبط فلو العربية دي خبطت في الحيطة وردت بنفس السرعة يبقى ال coefficient of resistance مفروض بكام؟ فلو العربية دي خبطت في الحيطة الجسمين عندي هما إيه؟ العربية والحيطة الحيطة السرعة بتاعتها قبل والسرعة بتاعتها بعد بصفر صح؟ طيب يبقى هنا لو قلنا مثلا دي بواحد يبقى دي بزيرو ودي بزيرو السعادة الكوفيشن توفريزيستيوشن بيعبر لي عن القيمة بتاعته هتعبر عن النسبة بين السرعة بتاعت العربية قبل التصادم وبعد التصادم صح كده؟ طيب العربية دي لو خبطت في الحيطة وردت بنفس سرعتها قبل التصادم، يبقى سعادتها كوفيشن توفريزيستيوشن بكام؟ بواحد بواحد، طيب لو العربية دي خبطت في الحيطة ووقفت يعني هي خبطت ووقفت ما ردتش تاني يبقى سعادتها السرعة على نهاية اقتت العربية بعد التصادم بصفر. يبقى كوفيشنت وفريزيستيشن بكام? بزيرو. بزيرو. طيب لو العربية دي خبطت في في الحيطة وحصل لها آآ في جزء مطص في العربية ان هي ايه? اتطبقت شوية وهترد. هترد بسرعة اقل. في عكس الاتجاه صح? نا. يبقى ساعتها كوفيشنت وفريزيستيشن قيمته كام? اقل من واحد. اقل من واحد. يبقى الكوفيشنت وفريزيستيشن عندها اللي تعتقين. صفر واحد واقل من واحد. والتلاتة دول بيعبروا عن ايه? عن سرعة العربية في الثلاث حلقات. هو ده مطلوب في السؤال يعني. هادة دي السؤال فيها? طي. السؤال التاني بيقول لي عندي عربيتين. اه اه ذيك اللي اه كان اه وزنها 1000 كيلو. وقب ماشي بسرعة اه 80 كيلو في الساعة و اه اه وخبطت عربية تانية بيه. اللي هي 950 كيلو. العربية بي دي كانت واقف. او لا اه وبيقول لي الهاند بريك بتاعها فهي اي مفيش اي منقاومة في الموضوع هيها تاخد الصدمة وتمشي بيقولي بعد الكلوجن البيكل بي اتحركت في نفس الاتجاه بسرعة ستين عايز فدي مسألة التعويض مباشر ما فاش حاجة عندي السرعة بعد التصدم قدر اقول هنا ان انا طبق سرعة بتاعة التصدم بتاعة بي وعندي سرعة قبل التصدم بتاعة او بي بتاعة بي بزيرو وبتاعة اي كان من دهنيه بتبانين السرعة الوحيدة اللي مش عندي هي السرعة بتاعة فيكل اي قبل التصدم صح صح حاجبها ازاي واحدو اجيبها ازاي يا شباب اجيبها ازاي امن اللي بس عندي كل السرعات ما عندي السرعة بتاعة فيكل بي فيكل اي قبل التصادم وعندي الماسز اجيبها ازاي بالزبط فبقى هعمل هجيب السرعة دي واقعد طويل مباشر في القانون بتاع طيب اخر مسألة بيقول لي يعني حاول نجي الدقوة عشان ايه بيقول لي عندي تقاطع وعندي عربية فيكل اي اللي هي كانت ماشي كده دي كانت ماشي بسرعة الستين وخبطت عربية تانية بي كانت ماشي في الطريق التاني ووزنها الف كيل قال لي عايزي بتاعة فيكل بي وفيكل وفيكل اي بعد التصادم فهو جايف لي هنا من الحادثة حصلت ان فيكل بي يدوبك اي لفت لكنها ما تحركتش وفيكل اي خبطت فيها وراحت اي انحرفت عمصرها شوية كده تمام كده يبقى انا ده كده قادر اقول اي كده قادر اقول ان الفيكل بي دي لو جانا نحللها هلقى ان هي لفت حوالي النقطة قولي فو دي صح هيعملت بيفوت كده حواليه ولفت فهي كده حصل لها Imbulsive Force يعني الفورس جاية هنا من اي Imbulsive Force دي هي اللي حركتها وخليتها تلف يبقى لو خدنا Sigma Moment عند نقطة O هذا رأقول اي يعني هتطبق قانوني المومنتم بس بالImbulsive Force فأقول اي ان السرعة قبل التصادم بالنسبة للفيكل اي اللي هي M بتاعت اي في البي بتاعت اي في اللينز لان هي الفورسة اصارت هنا والبي فوت حصل هنا انا باخد Sigma Moment عند نقطة O فالم اي بي اي في اللينز الفيكل بي كان لها سرعة في الاتجاه ده انا كانش لها سرعة في اتجاه الاكس صح لو هنفرض ده مثلا ده اسمه اكس فالسرعة بتاع بي كده قبل التصادم كان بزيو في اتجاه الاكس لان سرعة بي كانت قلها في اتجاه وار مزبوط كده معي ماذا سرحت معي طيب وبعد التصادم عندي ال الام اي في البي اي في اللينز لانا برضو باخد Sigma Moment عند نقطة O انا بعتبره هو كله سيستم واحد وباخد Sigma Moment عند نقطة O دي ده اللحظة اللي بعد التصادم على طول زائد الام بي اللي هو المس بتاع بي في البي بتاعت السي جي بتاعتي في اللي على اتنين لانا باخد Sigma Moment عند نقطة O فهنا المسافة دي اللي على اتنين زائد الآي في الامجا بالنسبة لبك البي لان هي لفت اقدر اشيل البي بتاعت بتاع بي دي يعني جي بي اقدر اشيلها وقال ان هي بتساوي ايه اوميجا R ال R بالنسبة لي اللي هي قلة على اتنين والمومنت وفي انرشا بيساوي الكلام ده فساعتها تطلع لي معادلة في مين كل حاجة معايا معادة الامجا بتاعت البي ومعادة بتاعت ال VA صح كده يبقى دي معادلة ثانية معادلة اعود في كوفيشنت وفي رزيستيتيوشن ال VA هو اكمل دهاني وال VB كان بزيرو ده قبل التصادم طيب بعد التصادم ال VB انا معرفهاش وال VA داش معرفهاش بس انا بقى في حاجة الكوفيشنت وفي رزيستيتيوشن القانون ده لما باجي عوض فيه بجيب السرعة عند النقطة اللي حصل عندها التصادم النقطة اللي حصل عندها التصادم هل هي النقطة اللي تحت ولا عند السي جي اول تاني جمعا دلوقتي انا عملت اول معادلة خلاص في مجهولين اول معادلة دي فيها مشكلة نقطة طيب تاني معادلة هو بيقول لي تاني معادلة عندي اللي هي كوفيشنت وفي استيتيوشن ال VA هو كامل دهاني قبل التصادم وال VB قبل التصادم كاب بزيرو لان احنا قلنا نحنا بناخد الفلوس اللي في اتجاه ال X بعد كده عندي ال VB وال VB اللي اتنين مش عارفا طيب ال VB دي مش هي هي السرعة عند السي جي مش هاخدها السرعة عند السي جي كوفيشنت القانون ده بيعبر لي عن السرعة بتاعت العربيتين عند النقطة اللي حصل عندها التصادم النقطة اللي حصل عندها التصادم هنا كانت السي جي ولا كانت تحت بالنسبة ل VB كانت تحت كانت تحت يبقى ساعتها لما يجيشين VB واجابها بدلالة الامجا زي ما انا عملت فوق يبقى هقول الامجا R ال R هنا هتبقى L على اتنين ولا L هتبقى L كلها صحي كده بس يبقى كده خلاص عندي معادلتين تبقى قولين اه در اطلع ايه المطلوب من هنزل لكم الشيط ده النهار ده على على ال و هيبقى مطلوب مننا هو والريبورت اللي هو الحل بتاع اللي هو اللي الدكتور كابين نزلو هيبقى مطلوب مننا الاسبوع الجايد حدي لي سؤال في حاجة اشي تخلص كده اشي تخلص كده واحد حاجة جميلة خلاص يا رب كل شيطات كده شكرا لو حدي سؤال في حاجة يتخط اشي تخلص كده اشي تخلص كده اشي تخلص كده اشي تخلص كده